السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي تبس عليكم تمنع تكونوا بحقر وعلى خير وأحوالكم جيدة والله يرفع علينا وعليكم هاد الوباء ونبدأ اللهم صلي وصلي وبارك على الحبيب مصطفى عليها فضل وصلاة وأسكى الظالم مرحبا بكم اليوم إن شاء الله في قناة أم العبدين في فيديو جديد وكيف نقول لكم دي ما كنحاول نجيب لكم شي حاجة جديدة تستفضوا مننا وشي حاجة اللي نحاول أنا نبارت جاعة معاكم اليوم إن شاء الله غدي نتاليكم على الكوموند اللي وصلت دي المجموعة منتوجات دي الشركة دي الـ TXN صراحة منتوجات رائعة في المستوى دي جراني عرفت بالشركة في الفيديو اللي قبل حتة دي العسر الموريزي اللي هو عندي كذلك فهد الكوموند إن شاء الله والفوائد دياله والمزايا والخصائص دياله اليوم إن شاء الله ندوث المنتوجات أخرى وغدي تعرفوا نحاول لعنتكم فكرة عامة ومن بعد إن شاء الله الناس اللي كي سولونه وبغي نعرفوا كتر غنحاول نمبرتاجي دي فيديو لكل منتوج لو كنا نبدو بسم الله على بركتي الله عندنا أول منتوج غدي نترليكم عليه هو الزيت ديالجانو بنسبة الزيت الجانو لأخيوات زيت طبيعي ما قنون لكم بحلو بحل منتوجة الأخرى دي الـ TXN مئة بالمئة أنتم غدت لقوا مكتوبة هنا راه من TXN اللي كتكون مكتوبة تحدي مئة بالمئة ناتورال يعني راه مئة بالمئة ناتورال مش هي تكتبها ولا ولا زعمة شنقول لكم باش ترويج ديك المنتوجات ولا ولكن فعلا عندو نتائج رائعة الزيت ديالجانو مهم هو مكون من زيت راه مكتوبة فيه أصلا جانو دونك فيه مسحوق ديالجانو درما اللي هو الفطريشي اللي هو ملك الأعشاب في الـ TXN مع ممزوج ومع زيت الناخل وكل ذلك بشكل طبيعي بطبيعة الحال فوائد دياله كبير بزف وكتير لا تعدولات سواء بقوتها لغطة باش نشرحها ولكن ما يمكنش حتى تجربوه هادو الأخوات كان نصح أي واحد ولا أي واحدة يحاول ياخد هاد زيت الجانو يخلي عنده فطار لأنه بزف ديال حويش فيه أول حاجة رائع بالنسبة لألم المفاصل والأيضام بزف 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 والحمد لله شاردي نقول لكم بخيزك عنده تأثير فوري يعني ما كيدوش واحد لمدة بزف في ديك الساعة وهالي عند تجربة خاصة عندي أنا فطار كنقولها ألم المفاصل ألم العيدام أي مشكل في الدات ديالك كيدرق من على بره رائع يساعد على تحزين الدورة الدمو بوحدة شكل كبير يعني الدم ما كيدورش مزيان بزف ديالنس عنده ماد المشكل يعني الدورة الدمو ما كيدورش مزيان كيف يقول لي إنسان كيحس برسه تقيل كيقول لي بوضع في الحراقة كيقول لي حتى الميزاج أحيانا كيتقلب لأنه باش دم يدور لك في الجسم ديال الكاميرا كيكون إنسان على أخير كذلك رائع بالنسبة للبشرة بزف زوين بالنسبة للبشرة بزف لا بالنسبة للوجه ليدين رجلين يعني أي منطقة عندكم في الجسم فيها جفف فيها شيء تقشار فيها جروح فيها حقة رائع بالنسبة لها وكي تستعمل بالنسبة لتساقط الشعر الناس اللي كيتحلهم الشعر ديالهم رائع بزير كيتخذ بطبيعة الحال مع التركيبة أخرى اللي هي كتكون فيها لها سبيرولين كيكون فيها شامبون ديال جانو تواه رائع ولكن من كدبش عليكم هو غير بوحده رائع صراحة يعني الإنسان لما قادر شي ياخد بزير ديالي برو ديالي من هال ديكس إن ياخد بعدها غير زيت الجانو يحطو عنده فتر ولي شي حاجة اللي دياله يعني راه عفون يعني عدفش كتديروه نهار على نهار كيتبدلون البشرة وكيوحد لون البشرة بزير وحتلك عندك الحبوب الرقيق اللي كينوضبت المرض في الوجه ولا في اليد وفي اللي كيكون يعني البشرة بالنسبة الجلد بالنسبة الدوري دمويد المزايا خاصة كلها اللي قلتها رائع بزير نتمنى يا ربي كل واحد فيكم يقدر يجربو وديكساعة غادي شوف النتيجة مع التدريج والمعان المداومة كين هنا كذلك يعني كتستعمل معا كذلك مشاكل البشرة أو اللي مقدرش يخوض بجوش كيكتفي بسابون ديال بعدها كنهدر على راسي أنا شخصيا من نهار خديتها كنت نسي شنية حق بغير نعس نخسنين دهن وجهي كريم دهن وجهي مع تشنو القشور خصوصا في هاد الوقت ديال الخريف هاد الوقت ديال الخريف أغلبية الناس أنا بعدها كيف قلت لكم ولي ما قولت أنا شخصيا فاش كتوصل لدلوقت ديال سومين ثلاثة المرات في سمان هاك في صباح مرات واحدة مثلا لأن الحمدلله ما عندي شناشي مشكل فوجهي ولكن كتزيد تحسر البشرة كتزيد تعطيها يعني واحد اللون موحد كيولي انسا كيبن وجه ديال ومش دابل لسه رائع فيهم يعني الناس اللي كيكون عندهم لسه مع المدومة تحييض هي كذلك فيها الجانو جانو درما متحق جانو درما اللي هو فاتر رايشي ومالك الأعشاب اللي مدخلين يعني فاتر الشريك مدخلين في جميع المنتوش ديال بش يوصل لف ديال الجميع الناس الحمد لله في الجسم ديال مهم هذه البنات انتم النتائي تجربوها وتاخذ هذه صبونا الجانو رائعة جيتان كيف تلكون مشاكل البشرة والأخوات لك يعني من الكلف الوجه الكلف والحبوب يعني 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 ما نقول لكم ولي بوان في الفام هذه التي تخلي الفام دي محقة فيها حبوب فيها مقشرة هذه هذه زوينة بزاف رائعة بالنسبة للمشاكل ندوز وكذلك عنا هنا الأخوات عندنا القهوة السوداء ومن لا يحب القهوة دونك هادي هادي رائعة القهوة السوداء هذه مختلف هذا القهوة الأخرين هادي شو نقول لكم يعني بحالة قدر نقول لكم عزيغ وكافيين فيها واحد نسبة قليلة صف صلة واحد ولا معرف تش حال فيها بالضبط ولكن واحد نسبة قليلة جال كافيين رائعة رائعة بالضبط كتستعمل خصوصا بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل هيك في حلقة كي عن شو من المسران الدهون هي حارقة للدهون كيف شفتوا هاي خالي من السكر مكتوبة فيها وقهوة سوداء مع مسحوق الجان وديرمان قهوة لينجي سوداء دي اكس اين جوش واحد مع مسحوق الجان وديرمان نحاول نقرع لكم بيش تعرفوا هديها لاش كسر رائع بالنسبة الناس اللي بغني ضعافوا حارقة للدهون وبنينا انا ما نكذبش لكم انا مازال ما جربتاش حيث انا يعني شي حاجة في البرودو بيخديتهم وشي حاجة اعاد كنناخدهم ولكن 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 الناس اللي اخذوا من اصدقة وصدقة ديال يعني كلهم كيشكروا هاد القهوة بزاف بنين يعني تلو قو ديالها زوين بزاف لقو ديالها مختال وكيني الناس اللي كيسولك يقولك وشن ديالها مع الحليب وشن يا مهم اللي بغي ديالها مع الحليب كانت تطرح عد السؤال واحد المرة ولكن يعني من احسن تخذ تدر مع الماء مع شي ديال مدافيف واحد الفنجين وتخويدك يا كيكون في عدس تخويدك نسبة الناس اللي بغين تخصيص بواحد نصف ساعة هاك ولكن انجنة اللي بغيت نشوف القهوة كديزوينة رائعة ويعني قهوة فيها بننا وفيها افادة افادة بزاف بزاف انتم ما كنت ما كتشوفو هادي رجبونس شحال فيها في عشرين عشرين ديال لي ساشي عشرين ساشي كلها ساشي فيها ربعة غرامونس يعني ما شاء الله ساشي تبارك الله عاما وما نحاول لديكم افكار عامة على هذه المنتوجات حي تخصهم بزاف باش ما كنت شرحهم كين عندنا هنا الاسبيرولين الغنية عن تعريف ولكن ما ش اي سبيرولين الاسبيرولين منتوج رائع عند جربة شخصية انا عند ولدي طوب بالنسبة لناس يا فقر الدم يعني الناس صراح اللي يوم يشرب تكلف وتغذيف هادو كالدواية بزاف بزاف دي الحديد رايعيكم بالاسبيرولين الاسبيرولين الاسبيرولين الاخوان والاخوات رايح في ضرف شهرين او كين اللي اقل ولكن ما شاء الله فاش كدوزو بواحد تلت شهر تقريبا رايكتب عن الرزول هادي صديقة نيس رايجا قلت هايور داخلي هادي على شكل كبسولة وكني على شكل بودرة موهم هادي زوينة بزاف كتمنع تساقط الشعر كتعطي تطاقة الجسم كتزود ب يعني المهادين والبروتين والمواد اللي ناقصها في الجسم ديالوغ هادي كتتعود فيها بما فيها من خصائص ومزايا ديال تحاليب البحر وهادي على فكرة رايكب قلت لكم ماشي اي سبيرولين لان تقدر تكون شي سبيرولين تهيام زيان ولكن التحاليب المختارة لهذا سبيرولين يعني اكيد من نقيا ومحيدة من السموم لان ماشي اي حاجة في البحر كتكون خالية من السموم الاعشاب والخضروات وذلك شي اللي يكون ضروري ماشي الخضروات الخطر ما التحاليب الخضر اللي كنقصد بها ضروري يكون اي حاجة من السموم والحمد لله يعني لك الشريكة المالي زي قامت بالدور دياله اكتر مما يتصور وعلي احسن وجه باش ان شاء الله خدمات ووصلت لنا هاد المنتوج مهم الاسبيرولين رائعة وخاكني حالات ما كتتعطاش فيهم ان شاء الله من بعد الدرس اللي كان روش حالات عندي وحتاج ومغار البشرة تبدل البشرة كتترجع زوينة بزاف موضد الشيخ وكتلك مهم بالنسبة للمراوات شي حاجة زوينة تكون في الضر هاتي خصت تولي بحل ضل ديالهم رائعة بزاف بزاف وعند جريبة يعني الناس ما زال غي جربون ان شاء الله وغاد يعرفو هين عندنا كذلك هنا غرف الاسد زوين بزاف 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 هذا احنا نسموه في العمل الحمد لله صديق الجهاز العصبي اي مشكل في الخلايا العصبية أفن على مستوى الجسم في اي منطق من الجسم أنا هدا سبيشيال جايباه على قبل تنسون للعينين هادالمرة قبل تنسون إلى دوز جاي صراحة يعني جايباه على قبل تنسون للعينين على مستوى الخلايا العصبية كذلك تستعملو الناس اللي عندو مشكل كنقولو احنا يلقونو العصابي ولا بومزوي باللغة العامية المجادة والناس يقول كندو العصاب في المعنده عندو العصاب في المصران عندو ايدي ايدي تنقل خلايا العصابي ايدي لدك اللي عودو على مستوى داك الجهاز سواء بحل مثلا كيف قلت لكم على مستوى العينين عن جهاز البصاري بالنسبة لجهاز الهضمي رائع بزاف هدا على شكل كبسولات فن بزاف نتمنى يا ربي تجربوه وتاخدوه وان شاء الله اكيد معتبا النتيجة راه ان شاء الله ندير مفجه دي باش نقول لكم النتيجة اللي توصلنا بيها والمزايا اللي عطاحت اوما يمتطون من توجد لزوين فالد اكس اين كي عالجو حاجة ولكن بلا ما قد تحسو كي قدو يعالجو لكم حوي شخرين لانهم هي مواد طبيعية اللي قد دخل الجسم وش قد الهدف ديال الاساسي والاسمة هو تنظيف الجسم من الخلل والسموم المترصبة فيه من زمان اللي قدو احنا ممكنوش عارفوها عارفينها وقد تحل المشكل ديال ان شاء الله يا ربي هنا عندنا المورينزي ما بغيش نفتحولي انا اونبالي ما زال غدين عاود نصيفته هذا هو اللي هدرت لكم عليه من قبل دي جاد دخلوا للقناة ديالي وغت تعرفوا عليه اكتر اكتر زبين بزاف هاسر المورينزي صديق الجهاز الهضمي كي قد لنا نبطات ديال القلب رائع في المشاكل ديالي يزغمون في حال غدة تراقية او هرمونات اخرى كذلك كي حسن نميزاج كيزيد في هرمون سعادة كيساعد على الاقلاع من التدخين كيحارب الاكتئاب والارق والنوم وكيطلع نيفو ديال مهم كيطلع المناعة بزفزف كيحسنها لواحد درجة ما كتصورش مهم هذي كانت هي لكم من ديالي وان شاء الله مني ديالي بحاجة اخرى ويكون شي منتوج جديد غدي نحاول نعرفكم بي وانتمنى يا ربي التيسير والتوفيق الجميع ومرحبا بكم عاوتاني في قناة ام العبدين وبتنسوش ليه واحد لايك والاشتراك واذا عجبكم ولا ولا قطع او لا تفسير او لا شرح واحد ولا كليما في هذا الفيديو كنتمنى ما تبخلوش عليها بلايك واشتراك في التعليق وخليت لكم الرحاول نات حول الاخير ام العبدين